السلام عليكم والبنات كثيرين اللبس عليكم ماذا خباركم كل شيء مزيان اليوم جيت نقدم لكم السفوف مرات خوة يبغى تولد ان شاء الله يفكر وحيلها على خير يا ربي هذه هي زالية في الحقيقة قبلت نصيب لها شوية سفوف شوية سفوف لها هي بلا زيت بلا سكر يعني صحيين زوينين نتمنى يا ربي الذين لا يوجد وليدات الله يرزقها والذين يفكروا حيلها على خير يا ربي ان شاء الله ونبدأ بسم الله شوية الملحة والطحين والطحين الذي كنت حمرت لكم قبل هو هذا لا نكتر لا نقوم بإمكانك الطحين مغير فضي القوزة مغير فضي القرفو مغير فضي القرفو مغير فضي الحبة حلاوة والنافع زرع الكتان نخلط على مواد الناشفة قربة نضيف الزنجلان بعدها لم تطحنت أو مغير فضي القرفو اذا كنت ترى يعني مغير مغير ومغير ومغير مغير كوكاو مغير ومغير ومغير بطحون لقد تتطحن والتي تتطحن بحل الكريم يعني فل السوداني يجباني الوز تقليق حلقة تقليق قشق و تضحن و تضحن يجباني الوز تقليق 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 مقليق في الزيت و تضحن تتولي بحل كريمة تقليق مقليق لا نضحن زيت لا سكار و تضحن زينجلان حبوب تقليق لا يوجد زيت لا سكار لا شيء تجيغ زينة و من بعد نضحن هذا الوز مقلي و نتمنى أن تدعو لي لا يجب فيها لا يفكو حيلة لها خير و الذي يحامل الله يفكو حيلة لها خير و الذي لا يحامل الله يجيب ليها بحالي و تدعوه مع أياهة الله يجيب ليها و سمحوا لي بزاب و سأرى لكم جيدا لكم لا ترى لكم لا تشوفوه عندما ازواجتها نجد زينجلان يجربوها لا يوجد سكر لا زيت لا زبدة لا تشيح بها جيدة حلوة و ان شاء الله يفكو حيلا لا يرزقها بالرياض الصالحة